اشتركوا في القناة اغير لي النهاردة شوية دكتور ده متوقف على حضرتك وحيدة ولا لا دكتور هل يعني الشعور شعور اي انسان بالوحدة لانه ما تجوش ده شعور طبيعي ولا دي شخصية شوية اكتئبية او شخصية بتدور عن نكد في حياتها لا هو في الحقيقة شعور طبيعي يعني الشخص اللي ما تجوشه ومرتبطش عاطفيا فطبيعي انه يحس بالوحدة لانه الكائنات السادية بشكل عام كائنات اجتماعية اول ما بتولد بيتفرز عندها هرمون اسمه الاكستوسين الهرمون الاكستوسين ده اللي بيخلي فيه تعلق ومشاعر ما بين الام والجنين بتاعها او طفلها فعشان كده ما بتسيبوش اول ما بتولده زي الكائنات اللي بتبيض لا الكائنات السادية اللي بتولد لازم يبقى فيه رضاعة بعد كده فبسبب هرمون اكستوسين ده بيبقى فيه تعلق والتعلق ده هو اللي بيخلي الشخص ما يحسش انه وحيد يعني احنا لو كنا بنبيض ما كناش هنحس بالوحيد اه بالضبط ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي لانه هو الاحتياج ده موجود في الكائنات السادية وعشان كده بنقل الكائنات السادية بتمشي في قطعان يعني قطيع بقر قطيع حمر وحشي قطيع مع بعض دايما مفيش حاجة اسمها واحد لوحده كمان ربنا بيقول هو الذي خلقه من نفسه وحيدة وخلق منها زوجها القصة الاساسية في الخلق ان سيدنا ادم اتخلق واتخلقت منه ستين حوى فبعد الاساطير انه اتخلقت ستين حوى الاول عشان ما يبقاش وحيد عشان يبقى معاه حد يقنسه ويكون معاه طول الوقت فبعد الاساطير بيقولوا انه الانسان الاول ما اتخلق كان هيرمافروديت يعني ايه يعني عنده اعضاء زكريا واعضاء انسوية وبعدين الرب غضب عليهم فاسمهم لشخصين وكل واحد بقى بيهين في الارض يدور عن نص التاني بتاعه فكنا محتاجين وجود اخر في حياتنا ده احساس طبيعي وده موجود بيولوجيا وموجود من اول ما ربنا خلقنا ناخد بالنا ان الوحدة سبب ونتيجة الامراض النفسية يعني ايه يعني الشخص ممكن بسبب الامراض النفسية يكون وحيد وممكن بسبب الوحدة يدخل في امراض نفسية لما بنحب نعاقب حد في السجن اشد عقاب بيحبسوه انفراضي بالضبط ليه بيحبسوه انفراضي لانه احنا اعضاء الحس بتاعتنا طول الوقت محتاج انها تشوف وانها تسمع وتتكلم يبقى فيه ونص حواليها العضو الذي لا يستعمل يضمر ويسقط اه فاحنا لو ما استعملناش عينينا وما استعملناش ودنا هيحصل ضمر فيها الاعصاب هتبدأ تتلف فعشان كده مخينا يبدأ يخترع حاجات عشان نشوفها وعشان نسمعها فيازل الاجهزة بتاعتنا اعضاء الحس بتاعتنا بتعمل فلو دخلنا حد في العزل الانفراضي ما بيشوفش ضوء وما بيسمعش اصوات وبيبقى تحت الارض غالبا بعد مرور 3-4 ايام بيبدأ يدخل في هلاوس سمعية وهلاوس بصرية فيشوف حاجات مش موجودة ويسمع حاجات مش موجودة عشان اعضاء الحس بتحاول تحافظ على نفسها انها شغالة ده كل ده من تأثير الوحدة علينا من تأثير الوحدة علينا الابحاث بتقول انه الوحدة اختارها مش بس النفسية ده لها اختار عضوية زي ارتفاع ضغط الدم والاصابة بامراض القلب والاصابة بالسكر وخطرها يضاهي خطر 15 سجارة يوميا يعني كل يوم بنقضيه وحيد كأننا بالزبط بنشرب 15 سجارة يوميا دي ابحاث فالوحدة تأثيراتها خطيرة جدا والوحدة قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا فحقيقة يعني حد قعد لوحده فعلا هو متواجد في البيت لوحده وما فيش حد بيسأل عليه ومجازا اللي هو الشخص اللي يقول لي كان حسس حولي ناس كتيرة بس انا في الاخر وحيد دي جملة اغلب الناس دلوقتي بالزبط كده فعلا بالزبط طب تعالين نروح لنقطة تانية ونتكلم فيه هل العامل الاقتصادي هو وراء تأخر الزواج ولا خلاص ان الناس عشان خدت تبقى يعني قعدة لوحدها من غير ما يكون عندها شريك بس هي قعدة في البيت مع اهلها مع اخوتها مع مثلا امامتها مع باباها بس هي واخد انها تعيش بحريتها هو العامل الاساسي هو مثلا العامل الاقتصادي والظروف الصعبة اللي بقنا فيها ولا الناس خدت على كده خدي بالك هي مش عامل واحد هي مجموعة من العامل فيه العامل الاقتصادي ده جزء وفيه العامل ان انا تعودت ان انا ابقى لوحدة وانا عايش مع بابايا ومامتي وخصوصا انه متوسط اعمار الاباء والامهات او كبارة سنة بشكل عام ارتفع على 75 سنة فالناس بتعيش فترات اطول طب ما تخليني قاعد مع ناس دول الحاجة التالتة اللقات العاطفية المنتشرة فممكن ابقى في علاقة عاطفية مستمرة سنين فانا مش محتاجة ان انا اتجوز احنا قريدي اه غنيان عن الزواج بالضبط فاحنا قريدي في علاقة عاطفية ومنحب بعض ننكد على بعض ليه ونتجوز فده جزء تاني وعشان كده في اوروبا وامريكا بنلاقي ان الناس بتقعد فترات طويلة او لسن متأخر عشان نتجوزوا لسن 40 و45 ليه؟ عشان العلاقات العاطفية المباحة طول الوقت والموجودة طول الوقت فده لما بدأ يحصل فده بقى عامل كمان تأخير سن الزواج عند كتير من الشباب كمان فجرة انه الشخص مش قادر يتحمل المسئولية يعني ما عندوش القدرة على تحمل المسئولية الفترة اللي فاتت في التمانينات والتسعينات الاباء والامهات كانوا بيركزوا انه يلبوا احتياجات ولادهم بشكل كبير فاغلب الصبيون اللي في سن التلاتينات او الاخر العشرينات اللي هم كانوا مولودين في حقبة التمانينات او حقبة التسعينات بقى عندهم اعتمادية شديدة على الاب والام وبقوش يقدروا يشيلوا المسئولية لوحدهم فإيه اللي يخليني اشيل مسئولية طفل واشيل مسئولية زوجة واشيل مسئولية بيت هو عايز يشيل مسئوليته لحده عنده 40 سنة بالزبط كده فدي كلها عوامل قددت الى تأخر سن الجواز يعني هو مش عامل واحد في الحقيقة لا دي عوامل كثيرة ولما نتكلم على انه المغالاة بس في المهور او الحالة الاقتصادية فاحنا بنظلم الدنيا الحقيقة وبنحط شماعا علق عليها تأخر سن الزواج لانه في ناس احوالها الاقتصادية سهيئة جدا ومع ذلك بتتجوز يعني في الاقاليم في ناس بتبقى احوالها الاقتصادية تقريبا شبه معدمة ويتجوزوا عادي وما بيش مشكلة يعني اذا على حسب البيئة هي اللي بتحدد تقريبا سن الزواج تقريبا مع العوامل الاخرى والثقافة بتاعت المجتمع وحاجات كتيرة جدا فاحنا كلما الثقافة بتاعتنا بتبقى ثقافة غربية كلما سن الجواز عندنا بيتأخر زي بالضبط المجتمعات الغربية طيب عايزة اقول لك حاجة بقى ثانية اي واحدة يا دكتور بتتجوز وبتفشل وهي كبيرة في السن ده بيبقى سبب ان هي تجوزت في السن كبير ولا الحالات اللي بتبقى قدام حضرتك ان ده سبب مثلا ان هي تتجوز في السن متأخر ولا الجواز بدري احسن ولا ايه بالضبط يعني الحالات اللي بتجي لحضرتك يعني ايهما افضل لا ومفيش حاجة اسمها ايه افضل هو الفكرة الاختيار المناسب هو ده هو ده الافضل فساعات كتيرة بتبقى عندها 35 سنة وتؤخرت في الجواز فاي واحد يتقدم فتقوم وفق عليه وهو غير مناسب اطلاقا فده يؤدي في الاخر انها بعد شوية هتنفصل هي مش انفصلت عشان هي تعودت على انها تبقى وحيدة لا لان هي قررت انها تتجوز وخلاص فتتجوزت وخلاص عشان تاخد لقب مطلقة احسن من لقب عانس للأسف احنا عندنا لحد النهار ده لحد النهار ده احنا عندنا ثقافة الست العانس كأن العانس دي مثلا ما كانش حد راغب فيها بالظبط انما المطلقة اختلفت معاها واتطلقنا بالظبط كده فالأسف الثقافة بتاعت المجتمع بتخلي البنت تتقرر انها تتجوز اي حد حتى لو مش مناسب عشان تاخد لقب مطلقة احسن ما تفضل محتفظة برقب عانس زي ما اساسها ماها قالت كده الاختيار الكويس بقى سواء في سن صغير او في سن كبير بيكون ناتيجته كويسة بس المشكلة انه احنا تموحاتنا في الجواز كل ما بنكبر في السن بتتغير بتتغير جدا يعني لو بصيتي فتأ احلامك او شخص اللي كنت مرتبطة به وانتي عندك 17 سنة في سنوي هتلاقيه دلوقتي ما كانش ينفعك وتقولي اه فعلا انا ازاي كنت بحبه ده ما ينفعنيش خالص وفي الكلية هتلاقي الموضوع مختلف وبعد الكلية وبعد التخرج هتلاقي الموضوع مختلف وكل ما بنكبر في السن كل ما طلباتنا في الشخص اللي عايزين نرتبط به بتختلف تماما ده عشان افكارنا بتتغير وبننضج مثلا بالضبط كلا يعني احتياجاتنا هي اللي بتتغير ولا خبراتنا الحياتية هي اللي بتخلينا نتغير الاتنين احتياجاتنا فعليا بتتغير وخبراتنا الحياتية تتغير يعني وانا طبيب مقيم في المستشفى اختياري في زوجتي غير وانا معا دكتوراه الموضوع مختلف تماما وكل ما بنتأخر في سن الجواز كل ما طلباتنا في اللي احنا عايزينه بتزيد فالمشكلة بتبقى اكثر تعقيدا خصوصا انه فيه مثل انجليز يقولك الافضل دايما بتاخد يعني الناس الكويسة فعلا خلاص وما قريدي ايه اتجوزوا فالاختراط اللي قدامك بتبقى اقل جودة وانت بتضطر تاخدي منهم وخلاص جميل جدا احنا فيه بقى سؤال مهم جدا لكل رجالة والستاتات اللي بشوفونا بس هنروح لفاصل صغير ونرجع لحضراتكم تابعونا اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا دكتور محمد حمودة دكتور محمد انا عايز اسألك على حاجة في الوحدة عشان احنا دايما يعيني الموضوع كده بيلتصق بالمرأة انت عارف الاحساس ده يعني اللي هو يعني عدم الزواج يبقى ملتصق بالمرأة الوحدة يبقى الستة حتحس بالوحدة مع ان الشعور ده اكيد بيبقى موجود عند الراجل وعند الساد بالزبط صح؟ بالزبط حددك بقى اوضح لنا النقطة دي اوضح للسادة المشاهدين النقطة دي زي ما قولنا في الاول كده احنا كائنات اجتماعية بطبيعنا فالطبيعي ان احنا كابلز يعني ربنا خلقنا كابلز قصة سيدنا نوح حمل من كل زوجان سنين في الباخرة فالطبيعي ان احنا نبقى مع بعض فلو حد لوحده سواء راجل او ست هيشعر بالوحدة وهيشعر بالمعاناة سواء راجل او سواء ست لانه ما هو ما اكتملش هو فيه جزء نقصه وعلى فكرة حتى النمو النفسي بيكتمل مع الشخص لما يبدأ يرتبط باخر ويخلف اولاد كمان يعني اللي مرباش اولاد عنده نقص في النمو النفسي بتاعه هو ما بدأش يحصل له تخلي عن الانانية بتاعته ويد الاخر يعني حالك افتكري كده وانتي قبل ما تخلي فيه كنت شخص اناني شوية بعد ما خلفتي بقى هما اولا لانك بتفكر على طول في ان انت مهمة اتنام المهم ان هو يبقى مرتاح ومسلا وبياخدوا بيتك المعادل المناسب بالزبط حتى مقاولوا هو بيبي وده جزء مهم اوي في اكتمال النمو النفسي فعشان كده اللي ما تجوزوش وما خلفوش اولاد عندهم نقص في النمو النفسي وبرضه هما بيفكروا بنسميهم بانانية شوية اه بالزبط كده ايه جزء انترك اللي هما مركزين على نفسهم اكتر من اي حاجة وما بيركزوش على الاخرين وما بمسوش للاخرين برضه انك تتعاطفي مع الاخرين لما تتجوزي وتقابلي مشاكل هتلاقي نفسك بتتعاطفي مع مشاكل الاخرين لكن طول ما انت ما تجوزتيش وما قابلتيش المشاكل دي فبتتعاملي معاها على انك بتتفرجي على فيلم في التلفزيون ايه انه ده مش هيحصل لي لكن اول ما يبدأ يحصل لي في الواقع لا هبدأ ابقى متعاطفة اكتر فعشان كده المشكلة بتبقى موجودة في الصبيون وموجودة في البنات بنفس الدرجة لكن المجتمع بيفرض القاب للأسف سخيفة هي دي اللي بتلزأ التهمة بتاعت الوحدة عانس آه كلمة عانس دي اللفظ عانس ده كلمة فعلا صعبة اول وهو اللفظ ده موجود في اي ثقافة تانية ومتتقاشل الست رغم انه ممكن برضه تتقال على الراجل والراجل ممكن بيتأخر برضه عنده سنة الزواج بس دايما بتجرح الست يقول لك زي ما دكتور قال اعذب يقوله على الراجل اعذب لكن يقوله على البنت عانس ودي للاسف بتعمل حاجة اسمها استجمة او وصمة عار فالبنت تبقى عايزة تتخلص من وصمة العار دي فممكن ترتبط باي شخص مهما كان غير مناسب عشان بس تتخلص من وصمة العار دي وزي ما قولنا تاخد لقب مطلقة او لقب ارماء ولاناش تتصف بيها لقب تحت عانس يعني انا غير مرغوب فيه بالزبت كده احنا معانا علياء عالتليفون قالويا علياء اهلا اهلا بيك يا حبيبتي تفضلي عندك سؤال لدكتور الحقيقة هو انا عندي مشكلة بس مش عارسة عامل فيها ايه تفضلي قوليها ماشد بس حضرتك هو انا مخطوبة وخطيبي يعني انا عارفت قبل الخطوبة كده سنة ونف وهو بعد ست شهور تقريبا عارفت اللي هو كان متجوز قبل كده هو سنه صغير عنده 25 سنة تمام ومش بيان عليه خالص فالمهم يعني انا كنت رب اكدتي من العائلة اللي حواليك عائلتك او عائلته ان هو كان متزوج رسمي ايوه كان متجوز رسمي اه مش عارف يعني او كده اه اوكي فالمهم هو يعني انا واحدة واحدة قبلت الموضوع بس انا من جوية ان انا اصلا رفضاه ومكنتش حبة تماما لنا اخد حد كان متجوز قبل كده فالمهم انا عابلت الموضوع ده عشان كنت بحبه كده ودلوقتي اتخطبنا تمام بس هو يعني انا عايشة هنا في القاهرة تمام وهو اهله في الصعيد وهو عارفني هنا برضو من القاهرة لانه هو شغله هنا تمام فالمهم هو عايزني لانا اروح هناك اقعد عند اهله في البلد وهو يبقى هنا شغله هنا وحياته هنا ومستقر هنا وكل حاجة أنا أحلى لا ثانية واحدة دلوقتي أنت عيشة في القاهرة أنت إنسان عيشة في القاهرة وهو من الصعيد عايزي تجوزك وياخد أنت تعادي في الصعيد وهو يجي يعقب في القاهرة هو قاعد هنا في القاهرة شوفه في القاهرة نقول ليه ما تعاديش هنا في القاهرة معاين هو رفض الفكرة دا رفض على الأساس إيه نعلم نعرف الأسباب عشان نرد عليك بس هو خلاص هياخد حد من مصر وخطب واحدة من مصر خلاص انت خطبته دلوقتي ايه المشكلة ان هو مكان اقامته مكان شغله هو مكان زواجه هو ده اللي انا بقوله بس هو اللي في دماغه في دماغه الحقيقة هو مش عالب لا مفيش حاجة اسمعه لفي دماغه اسمعه اذا ما توفيش طبعا تروحي تعيش تتجاوزي اهله ولا تتجاوزي هو انا عايز اصبحتوا هو انت عرفتي منين انه هو متجاوز قبل كده هو اللي قل لي احنا كنا بنتكلم بالصدفة بحاجة زي كده فلقيته هو اللي قل لي فلينة لريم تقولك ده ايه بعد ما عانفك بقيته ابقى ايه وبعد ما ارتبط بيك بقيته ست شهور تعريبا بعد ست شهور من الارتباط بيك ايه قل聞 كده بالضبط طبعا بالصدفة في نص الكلام بالصدفة عايز من الكلام بالصدفة فالكلام جاب بأعرفه فالذي attachment لا هو مش الكلام جاب بعضه هو بيقولها لك رسالة معينة لحاجة هو ممكن تكون في دماغه تفتكري واحد ارتبط بيكي ست شهور ومالكيش معلومة زي دي ده تصدق فيه ولا لأ الحقيقة لأ ومش مستهل طبعا اللي ما صدقه كلام دوت لانه هو طالما كذب علي أو خب علي حاجة فترة مؤقتة يبقى اكيد الله اعلم ببقية الكلام اللي هو يلولي هيا يخذي انت جهبتي على نفسك هو انت جهبتي على نفسك علياء قبل ما نرد على التليفون المكالمة اللي انت كلمتها لنا في البرنامج دي هتفضل معاك وفاكرها طول العمر لو يعني ايه استقردت على اختيارك ليه فحطي عقلك في راسك وشوفي فعلا دعب يعني كبير جدا ومشعش مفيش حاجة في موضوع زي ده اسمع حبي علياء بصي حبيبتي بصي حبيبتي انت دلوقتي ماشي وراء قلبك فهم عزي ايه انما هو عقلانيا انت شايف ان التصرفه مش صح واكيد اهلك شايفين كده عايز قللي كنا الدنيا كلها سواء اهلي او ناس غريبة كلها بيقول لي لأ يعني لأ طب امال ايه انت وما انت متمسكة بايه بقى الحقيقة انا خايفة يعني انا اتكلم خايفة من ايه يا حبيبتي خايفة من ايه لا انا اخد لقب مطلقة مطلقة انت او انت مش لسه مخطوبة ولا كتب كتابك لا مخطوبة حلو او مطلقة ليه انت هتبقي مع وحدة تخطبت وفاسخت خطبتها لعدم صدق الخطيب ده انت عندك مبررك القوي قدام المجتمع قدام كل ناس قدام اي واحد يتقدملك بعد كده اوعي تعملي في نفسك كده انت حيجيلك يوم من الايام بالشروط اللي هو حاطتها دي وعايز صفارك في بلد مش بتاعتك ويقعد هو في البلد اللي هي مفروض انها بتاعتك وتعودي فيها لا ما تعوديش فيها ايه التحكم ده ده ما فيهوش ولا ميزة خلاص عليها انهي الموضوع ما فيهاش نقاش معنا تليفون تاني الو ايوة مساء النور اهلا بيك اهلا بحضر وليلي بس عشان وقت البرنامج هل عندك سؤال تقدري تسألي دلوقتي احنا بنتكلم النهاردة عن الوحدة وتأخر والزواج طبعين انا بتكلم بس هو مش نفس الظروف يعني هو انا كنت متجوزة اه اه وبجوزة بدري اه بعدها بعشور سنين انفصلت اه اه في خلال الوقت ده اه اه كانش فيه اي اه يعني هو حد بيقفل عليك تماما نهائيا ما فيش اي حد تتعاملي معي وكده وحياتك هي اه بيتك جوزك ننتك متحكم فيك يعني مسيطر عليك اه نهائيا جميع كمام احنا وصلنا خلاص ان احنا خلاص انفصلت انفصلت خالص رسميا اه اه جميعا دلوقتي في في نقطة أنه ايه المفروض ان انتي طبعا بتعتني attractive بيبقى عندك مسئوليات والكلام دا كله مهم فتبطتي بقى تواجه ان انتي الوحدك تماما مشاك cond. عندك ولاد يا ماريان عندي بنت ربنا ايا خليهايلك المسئوليات دي مسلا يعني يعني انت له قالك المسئوليات بالزبط ăاذ لا عليك بالزبط لا العادي لا يعني انه مش التلقاني عادي المسئوليات المادية يعني الواحد بيحاول انه研ل عادي بس اخطر اعدي ماشي السؤال للدكتور ايه بقى؟ تمام السؤال بقى للدكتور يعني ازاي الواحد اكيد اكيد في ضغوط تصفية ضغوط مدية بشكل عام ازاي الواحد يقدر ان هو يتعامل فعلا هي ازاي التجربة وتمتأثرش على الواحد ازاي الواحد محلش يتغلب على المشاكل النفسية انت تشتغلي؟ تمام او هي بتشتغلي؟ اه طبعا احنا في ظروف البلد فلسه ها بقى ادور على السود وكبا انت عندك كم سنة؟ انا 30 وخرجت ايه؟ 30 وايه؟ خرجت ايه؟ تجارة تمام يا مال طيب هنرد عليك يا مريم كده في عزلة عشان وقت البرنامج طيب طبعا احنا دايما بنقول انه الانفصال في سنة مبكر احسن بكتير من ان احنا نفضل مختلفين وننفصل في سنة متأخر هي عندها 30 سنة عندها فرص كتير جدا للأسف او مش للأسف الله دي حاجة انا شايفها بدأت بقى ايجابية لا فرص المطلقات في المجتمع المصري بقت احلى من فرص بنت البنوت اللي هي لسا ما تجاوزتش ليه بقى؟ لانه يقولك اصلا هي مطلقة فممكن تتجاوز واحد مطلق او واحد ارمل او واحد ما تجاوز لكن التانية لا اهلها عايزين واحد اول مرة يتجاوز المطلقة مش هطلبه طلبات كتير لكن البنت البنوت بيبقوا عايزين طلبات كتيرة فدايما فرص المطلقة احسن بكتير وهي تطلقت في سن صغير ومعها بنت واحدة فالمسئولية بسيطة فممكن ترتبط تاني وده يساعدها جدا انها هتتغلب بنقول وديوها بالتي كانت هي الدائو يعني اذا كانت المشكلة فعلقة فشلت فعلقة تنجح هتعالج المشكلة تمام؟ وده ممكن لان سنها صغير وتقدر تعمل ده الحاجة التانية انها هتقدر تشتغل هي خريجة كل التجارة فتقدر تشتغل وتساعد نفسها وبرضو الشغل بيناسي اه والعلاقات الاجتماعية في الشغل بتناسي كل المشاكل اللي بتحصل دي هي هتوعيني في الاول من حاجة اسمها Adjustment Disorder او الترب تأقلم دايما لما حدي بيبقى خاطب وفسخ او متجوز واتطلق الوضع الجديد بيقدمه نفسي بيبقى قاعد في ضغط نفسي ومعندوش تأقلم على الوضع الجديد بياخد وقت شوية كده يعني لا يتعدى ستة شهور وبيعدي الموضوع وبيبقى كويس في الوقت ده هي بتبقى محتاجة انها تروح لدكتور نفسي او اخصائي نفسي عشان تتكلم معاه ممكن تحتاج علاج دوائي عشان بيبقى فيه عواطف ومشاعر برضو موجودة بسبب الاكستوسين اللي قلنا عليه في اول الحلقة انه فيه هرمون كده بيطلع ما بين الاتنين اللي بيبقوا عشين مع بعض فترة طويلة فيقولك ده عشرة هي كلمة عشرة دي اللي هو الاكستوسين فهي مش صعبان عليها هو لكن ممكن تبقى العشرة هي اللي صعبان عليها وتعبها التغيير الجديد اللي حاصل وان الاكستوسين بدأ يتقطع عنها فهنا بنعوض ده بان احنا ناخد ادوية تخليها تبدأ تعتمد على عفسها وتهدي مشاعرها خالص لحد ما تعدي فترة اضطراب التأقلم اللي هي فيها والامور بتبقى كويسة بعد كده والادوية دي مش مدرة ولا اي حاجة اي حاجة ممكن يعني هيتأقلم على حياة جديدة ممكن وياخد الادوية دي بس طبعا مش من الصيدالي مش منه للصيدالي لا بيروح لدكتور وامرات نفسية بقى فيه تقلبات في النوم وتقلبات في الشهية وحاجات زي كده نفسها مسدودة ما بتنامش كويس فبتاخد دوية بسعادة انها تنام كويس وتنسى الموضوع اصلا ويخلي الاكستوسين اللي تقطع ده ما يأثرش معها وتحس ان مشاعرها متبلدة طيب دكتور يعني في الاخر كده عايزين جملتين من حضرتك قبل ما نرى الناس اللي بتشعر بالوحدة لمجرد انها ما تجاوزتش عايزين نقويهم عايزين نقولهم كلمة عشان ما يجلهمش اكتئاب احنا عندنا مية بديل ان احنا متجوزناش احنا قلنا انه الشخص الطبيعي لازم يكون عنده شريك وان احنا اتخلقنا دايما مع بعض اتنين مع بعض وبعدين انفصلنا وبعدين رجعنا تاني ندور على بعض فلو عنده اصحاب ده هيساعده كتير انه يتغلب على مشاكل الوحدة لو عنده هوايات بيعملها ده هيساعده كتير انه يتغلب على مشاكل الوحدة لو عنده شغل مهتم به هيساعده نتغلب على مشاكل الوحدة لو بيقر كتاب فالكتاب صديق كويس قوي وده هيساعده نتغلب على مشاكل الوحدة المشكلة انه بعض الاشخاص الوحيدين بيكون عندهم اصلا بطلبات نفسية زي حد عنده الطراب الشخصية التجنوبية فهو نفسه بقى فوسط الناس بس هواو بيعابش يعمل صدقات فده محتاجه يتعلج نفسيا الدكتور النفسي هنا هو اللي هيساعده نتغلب على الوحدة والدكتور النفسي صديق بالمناسبة يعني مش لازم بالدكتور النفسي تروح فيكتب لك دوا ويمشي لا انت ممكن تروح للدكتور النفسي عشان انت منتكش صديق فبتروح عشان تتكلم مع الدكتور النفسي اللي بيساعدك على انك تتغلب على الوحدة اللي انت فيها وهو صديق بيفيدك لما تحتاج تاخد رؤية في حاجة فممكن تتواصل معه فالامراض النفسية بتزيد مع الوحدة والامراض النفسية ممكن تكون هي السبب في الوحدة فلو هي السبب في الوحدة فاحنا محتاجين نحن نعليجها تمام موسيقى دكتور محمد جدا ودائما بتفتنك المعتاد والحمد لله ما طلعتش مريضا النهار حلقة كان جميلة النهار دا كان نفسنا نحن نكمل أكتر بس عشان وقت البرنامج وكان عندنا أسئلة كتير إن شاء الله نكملها في حلقات تالي إن شاء الله شكرا جدا عزيزي المشاهدين بنشكركم ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الخميس الساعة 6 ولما حلوة جديدة